الرئيس الأمريكي باراك أوباما لا يفوت فرصة إلا ويستغلها للمشاركة في برامج كوميدية أو إظهار حس الفكاهي لديه من أجل التقرب من الجمهور التقرير التالي من قناة العربية من برنامج ساتردي نايت لايف إلى جاي لينوي يخصص الرئيس أوباما وقتا من يومه المليء بأحداث العالم العاصفة وغرف الطوارئ وقضايا داخلية ليظهر على هذه البرامج الكوميدية لهدف واحد وهو تسويق مشاريعه لجمهور شاب في العادة لا يشاهد البرامج الإخبارية الجدية أيا كانت الطريقة التي يحاول فيها الرئيس الوصول إلى الشباب هو أمر جيد حتى ولو كان في الكوميديا وأصبح ظهور الرئيس في هذه البرامج ظاهرة اعتاد عليها الأمريكيون ليس فقط أوباما لكن أيضا سابقه والعلم استشاري الرئيس يفهمون حجم وتأثير جمهور هذه البرامج كمنبر للرئيس يظهر فيه بسخائه وبتلحفه لمنح تلك المقابلات رغم عزوفه عن إعطاء مقابلات لمحطات إخبارية دولية وعربية رغم الأحداث العاصفة التي يمر بها العالم والرئيس أوباما يتمتع بشعبية كبيرة بين النساء اللواتي انتخبهن بنسبة عالية لذا فهو ضيف دائم على برنامج ديفيو والذي تشاهد ربات البيوت لكن الكوميديا تصل إلى حد السودوية مثلا لقاه الأخير مع الممثل الكوميدي الزاك جالافناكس والذي سأله أسئلة محرجة مثل هل ستكون آخر رئيس أسود لكن هذا لم يثني أوباما الذي روج بالنهاية لأهم برامجه وهو الضمان الصحي وأظهرت الإحصائيات بعد يومنا من البرنامج أن غالبية من الشباب تابعوه وهو المعروف باسم إما تضحك أو تموت